الاخبار من اي تي في العدالة وفيها ممثل سمو الأميرة وزير الخارجية يقدم في طهران واجب العزاء بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقية الداخلية تعلن وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال عدم أخذ البصمة البيومترية والبلدية تكتف جولاتها التفتيشية بشأن تعديات على أملاك الدولة الكويت ترحب بأعلان النرويج وإرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية ومن العنوين إلى التفاصيل توجه ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وزير الخارجي عبدالله اليحية إلى طهران لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة تجمع عشرات ألاف الإيرانيين في وسط طهران للمشاركة في مراسم تشريع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه الذين قضوا الأحداء في حادث تحط مروحية في شمال غرب إيران وفق ما أفاد التلفزيون الرسمية وأدى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي صلاة الجنازة على الجثامين بحضور مئات الألاف من المواطنين الذين حضروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وقد أعلن خامنئي الحداد الوطني لمدة خمسة أيام وتم تكليف محمد مخبر نائب الرئيس بتولي مهام الرئاسة وصولا إلى انتخابات ستجرب في الثامن والعشرين من يونيو المقبل لاختيار خلف رئيسي وتم تعين كبير المفاويدين بالملف النووي الإيراني علي باقري الذي كان نائبا لعبد اللهيان قائما بأعمال وزير الخارجية وكان رئيس تخب رئيسا للبلاد عام 2021 خلفا لحسن روحاني أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم وقف جميع المعاملات الخاصة بالوزارة في حال يتم أخذ البصمة البيومترية مناشدة الجميع لضرورة حجز موعد عبر تطبيق سهل في خانة المواعيد والناطقين باللغة الإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني لمنصة متى قبل التوجه للمراكز المخصصة إذ لن يتم استقبال أي مراجع دون موعد مسبق وأكدت الداخلية في بيان أنه انطلاقا من حرص المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز العمل فقد تم تمديد مهلة أخذ البصمة البيومترية للمواطنين حتى تاريخ الثلاثين من سبتمبر 2024 وللمقيمين حتى تاريخ الثلاثين من ديسمبر 2024 وتحديد مواقع وأوقات العمل الرسمية لأخذها لدى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بأقسام تحقيق الشخصية نفذت مديرية أمن محافظة الأحمد ممثلة في إدارة العمليات والدوريات حملة أمنية في منطقة المهبولة وذكرت وزارة الداخلية أن الحملة أسفرت عن ضبط خمسة باعة متجولين كانوا يبيعون مواد غذائية وملابس مستعملة أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن إزالة 158 تعديا على أملاك الدولة عبارة عن مظلات وحواجز وتعد في خيطان وجليب لشيوخ والفردوس وأشارت لأن الأجهزة الرقابية بجميع أفرع البلدية في المحافظات ستكثف الجولات التفتيشية في شأن التعديات على أملاك الدولة بالمناطق الاستثمارية والتجارية قلصت بلدية الكويت مدة إنجاز المعاملات في خطوة نحو تبسيط إجراءاتها عبر ميكانة الإدارات الهندسية وما تقدمه من خدمات بأنواعها بظل توجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وأصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس تعميماً إدارياً حدد به مدة إنجاز معاملات استلام الحدود وشاهدة الأوصاف وإيصال وتقوية التيار الكهربائية وإنهاء الإشراف وتراخيص المحال والبناء وألزم كافة القطاعات والإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات التقيد بها وجاء في التعميم الإداري بالنسبة لتراخيص البناء التقيد بخطوات إصدار رخصة البناء للسكن الخاص في مدة أقصاها يوم واحد فقط تشمل الدراسة والاعتماد ومدة ثلاثة أيام للمبنى التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أطلقت الهيئة العامة للبيئة البوابة البيئية الرسمية لدولة الكويت بإتنى بنسختها الجديدة والتي كانت قد تم تتشينها وإطلاقها لأول مرة في عام 2012 كجزء من نظام معلومات الرقابة البيئية وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة سمير الكندري في كلمة بهذه المناسبة إن هذه البوابة يتم فيها مشاركة المعلومات البيئية الموثوقة عن البيئة الكويتية إذ يمثل موقع بيئةنا التزام الهيئة نحو تأسيس الوعي بسلوك المسؤولية البيئية بين الأفراد لرفع الوعي ونشر المعلومات العلمية القيمة بطريقة سهلة للمستخدمين من فئات المجتمع كافة تم تتشين وإطلاق هذه البوابة لأول مرة في العام 2012 كجزء من نظام معلومات الرقابة البيئية ولتكون البوابة الرسمية لدولة الكويت لمشاركة المعلومات البيئية الموثوقة بشأن البيئة في دولة الكويت ويأتي إطلاق البوابة الإلكترونية البيئية الرسمية لدولة الكويت بنسختها الجديدة كخطوة من ضمن خطوات تحقيق رؤية دولة الكويت للبيانات البيئية للعام 2035 والتي تعمل على أن تكون دولة الكويت مركز امتياز معترف به دوليا لتحليل ونشر المعرفة البيئية وتوفير معلومات استراتيجية موثوقة في الوقت المناسب للحكومة والمنظمات والشركات والباحثين والجمهور كذلك في دولة الكويت وذلك لتطوير وتنفيذ السياسات والقرارات لتوفير بيئة مستدامة ونظرا لأن الهيئة العامة للبيئة هي الجهة المركزية المختصة بمراقبة وتقييم حالة البيئة في دولة الكويت وفق القانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ولتحقيق رؤية الهيئة العامة للبيانات البيئية تم تدشين نظام لإدارة المعلومات البيئية متطور يسم في الرقابة البيئية قائمة على نظم المعلومات الجغرافية والذي تقوم الهيئة العامة للبيئة على تطويره ضمن عدة مراحل يجمل النظام العديد من المكونات بما في ذلك بوابة الخرائط الجغرافية متصفح البيانات بالإضافة إلى التطبيقات البيئية إلى الوصول لمحطات القياس وآلية الإبلاغ التفاعلية وذلك لمشاركة الجمهور للإبلاغ عن الشكاوي أكد وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطير اهتمام الكويت بدعم ومساندة منظمة الأمم المتحدة للسياحة لتعزيز السياحة وتطويرها للإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشكل فرصة حقيقية وواعدة للاستثمار في الإنسان والاقتصاد والبيئة جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المطير خلال مشاركته في الاجتماع الخمسين للجنة الأقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي تستضيفها العاصمة العمانية مسقاط وأوضح أن من أهداف الكويت مستقبلا العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنفسيتها بالاقتصاد الخدمي في المنطقة لدعم الأهداف المنشودة لتحقيق التنوع الاقتصادي ومن أهمها قطاع السياحة بالدولة أصدر وزير الصحة دكتور أحمد العودي قراراً وزرياً يقضي باستحداث قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جابر الأحمد الصباح في إطار الحرص على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتكاملة والتوسع في الخدمات التخصصية كما وأصدر العودي قراراً آخر بندب الدكتور طارق الشيخ للعمل رئيساً لهذا القسم ويأتي القرار ترجمة لاستراتيجيات الوزارة في رسم خطتها في تقديم الخدمات الصحية في البلاد عبر توخير وإتاحة خدمات نوعية وبالجودة العالية في جميع محافظات البلاد مراعية بذلك التمدد السكاني والتوسع الجغرافي لسهولة الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة وتقليصاً لفترة الانتظار وسرعة الحصول على المواعد أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بالوكالة وليد البحر أهمية دور الصندوق في دعم جهود التنمية والمشاريع الهادفة لرفع مستوى المعيشة في المنطقة العربية وأعرب البحر في كلمة خلال تسلم جائزة عبداللطيف الحمد لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربية وهو مشروع مصرف بحر البقر في مصر عن الاعتزاز والامتنان لتسلم هذه الجائزة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والتقدم بالشكر إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي راعي هذه الجائزة شيراً إلى أن فوز الصندوق الكويتي بجائزة عبداللطيف الحمد لمشروع مصرف بحر البقر في مصر لا يعكس فقط نجاح الصندوق الكويتي في جهوده التنموية في المنطقة العربية لكن يمثل أيضاً احتفالاً بالجهود الجماعية للمؤسسات التنموية والمالية العربية التي ساهمت في تغيير حياة الملايين من الناس في الوطن العربي والعالم قال مركز الأجير العلمي أن القمر سيظهر غداً الخبيث بشكل بدر كامل الاستدارة بنسبة لمعان عالية تصل إلى مئة بالمئة وأوضح المركز في بيان أن القمر سيشرق عند غروب الشمس بشكل مباشر ويستمر بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس صباح اليوم التالي مضيفاً أنه سيبدو مكتملاً بالنظر لمدة ثلاثة أيام من الثاني والعشرين حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري إلا أن العين المجرد لن تميز الاكتمال الحقيقي له نتيجة لنقصانه البسيطة وذكر أن قمر شهر مايو المكتمل يعرف في بعض البلدان بقمر الوردي مضيفاً أنه يمكن خلال هذه الفترة رصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام التلسكوب أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالقرارات الصادرة من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بشأن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وذكرت الوزارة في بيان أن تلك القرارات تعد خطوات إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأكد البيان على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ سائر الدول قرارات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم الثامن والعشرين من مايو الجاري وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير وقال رئيس وزراء النرويج يوناسا جاريستورا أن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أن حل الدولتين من مصلحة إسرائيل وفي إسبانيا أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم الثامن والعشرين من مايو وقال سانشيز نحن شعب مسالم وهذا ما يظهرها ألاف المتظاهرين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة متهم الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بمواصلة تدمير غزة وبأنه يعرض حل الدولتين للخطر أما في إرلندا فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دابلن ستعترف بدولة فلسطينية مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى إرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة أعلن النادي العربي عن استمرار هداف الفريق ووراقته الرابحة المحترف المغربي حمزة خابة في الموسم المقبل وأكد النادي عبر الموقع الرسمي أن اللاعب مرتبط بعقد مع الأخضر حتى نهاية الموسم المقبلة وانتشرت أخبار كاذبة حول رحيل خابة عن العربي بنهاية الموسم الجاري وقال المنسق الإعلامي للعربي مش على العبكة لا في تصريحات لموقع النادي الرسمي إن خابة مستمر مع الأخضر وأضاف أن مثل هذه الأنباء قد تشتت تركيز اللاعبين مطالبا وسائل الإعلام بتحر الدقة خصوصا أن العربي مقبل على مواجهتين مهمتين في إشارة إلى الفححيل والكويت في بطولة الدوري موسيقى 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 موسيقى